السلام عليكم هذا الفيديو بتحدث بي عن خطوة بيل جيتس عن جيش البعوض المعدل جينيا ونظريات المؤامرة لو سألتك عن أخطر حيوان يقتل مليون شخص سنويا رح يخطر على بالك سمك القرش ولا ثعبان ولا أقرب لكن صدق كل هذه الكائنات الحية ولا إشي مقابل البعوض يصنف البعوض كأخطر حيوان على وجه الأرض بمعدل 750 ألف ضحية سنويا وطريقة القتل هي من خلال نشره لأمراض كثيرة وطفليات وفيروسات قائمة الأمراض اللي ينشرهم طويلة لكن اللي همنا هو الملاريا الملاريا تقتل سنويا 600 ألف شخص لحد الآن هذه المعلومات بديهية لحتى يظهر عنا مشروع بيل جيتس مشروع بيل جيتس نقدر نفهمه لما نفهم المرض الملاريا هو طفيلي ينتقل كالتالي بعوضة فيها الملاريا لما تحقن شخص ينتقله المرض ولما تحقن بعوضة ثانية ينتقلها المرض وهيك استمر المرض بالانتقال من شخص لشخص المميز بهذا الاشي انه فقط الاناث اللي تتغذى على الدم لانه هي تحتاج بروتين للانجاب بينما الذكور يتغذى على الرحيق ونباتات عادي وهون كانت الخطة نعمل تعديلين جينيين على البعوض الاول نخليه مقاومة للملاريا بحيث البعوض يفرز انزيمات تقتل الطفيلي اللي هو الملاريا التعديل الثاني هو التعديل العبقري وتدور حوله كل القصة وهو انه نعدل ذكور البعوض ونخلي جيناتها لما تنجب اناث تموت قبل ما تتكاثر الان ركز معي بهذا المثال لتفهم كيف تشتغل هاي الفكرة عنا اربع ذكور بعوض اثنين معدلين جينيا واثنين عاديين وعنا اربع اناث بعد التكاثر يصير عنا اربع ازواج من الذكور والاناث من البعوض لكن زي ما حكينا الاناث في البعوض المعدل تموت بسرعة بدون ما تتكاثر يظل عنا اربع ذكور يتنافسوا على اثنين اناث فلو كان الحظ متساوي وحده تكون مع البعوض العادي وحده مع المعدل جينيا فالجيل الاخير رح يكون به بعوض انثى واحدة ونسبة الانقراض رح تكون النصف لانه عنا بعوض معدل وبعوض عادي ونسبة انه ينقرض خمسين بالمية اذا زاوجت مع المعدل جينيا احب انوه انه هذا المثال للتبسيط لانه البعوض الواحدة تنجب اكثر من بعوضتين اكيد ممكن تحمل من اكثر من ذكر لكن هذا رح يستنزف مواردها لكن اللي همنا من كل هذا المثال كيف قللنا نسبة البعوض ككل وكيف قللنا نسبة انتقال الملاريا وهذا هو الهدف في بعض الاقتراحات والتعديلات مثلا انك تعدل جينات البعوض بحيث انك تزيد نسبة نجاح تزاوج الذكور المعدل جينيا بالتالي تزيد نسبة تنافسهم على الاناث وانا اعرف ببالك في كثير اسئلة مثلا هل الفكرة فعلا تنجح بالواقع الحقيقة نعم انتشرت كثير اوراق بحثية قامت بتجربة على هذا النوع من البعوض وانخفض عدد البعوض 95% التلاعب في النظام البيئي الحقيقة انا معك واكبر مثال على ذلك هو مجاعة الصين الكبرى عام 1960 حيث كانت خطة الزعيم الصيني هو قتل كل العصافير وحيوانات ثانية لانها تأكل المحاصيل ادى قتل العصافير لانتشار الجراد لان العصافير مش موجودة لتقلل عددهم بالنهاية انتشر الجراد اللي بدوره اكل كل المحاصيل وهذا ادى لاكبر مجاعب التاريخ ووفاة 15 مليون صيني تخيل 15 مليون فنعم معك حق بهذه النقطة وفعلا في ملاحظات على قتل البعوض واللي ممكن له دور مهم في الهرم البيئي سؤال ثاني ليش اضطر بلغيتس لهذا المشروع لو كانت نيتو كويسة كان نشر الأدوية ومضادات الملاريا واللقاحات الحقيقة انه بلغيتس بالفعل كان يدعم هذا الاشي من خلال تقديم المعونات ب2005 حيث كان يقدم الأدوية واللقاحات والأسقات السكر للبعوض اللي تخليه يلتزق بهذا الشكل وأيضا من خلال الناموسية واللي هي شبكة رقيقة تكون حول السرير تمنع مرور البعوض الحقيقة هاي الحلول اللي فوق كلها أدت لنفس الغرض متذكر لما قلتلك انه أول دعم كان ب2005 فعلا ب2005 كانت أعلى قمة في الوفيات بسبب الملاريا وانخفضت بعدها الوفيات لحد معين لكن بعدها رجعت ترتفع الوفيات لهيك كان بلغيتس يقترح حلول بديلة الآن هل التعديل الجيني والتلاعب بالبيئة مش إشي سيء الحقيقة التلاعب بالجينات أمر منتشر بكل مكان مثلا زمان كانت تصنيع الانسلين من خلال أنك تأخذ بقرة كاملة وتقتلها وتأخذ البنكرياس كاملا وبعد عمليات فلترة تستخرج الانسلين اللي ممكن ما يكفي مريض سكري ليوم واحد ولك أن تتخيل كم بقرة ممكن تقتل طول فترة حياة مريض السكري حاليا يتم استخراج الانسلين بطريقة أبسط بحيث يتم إجراء تعديل جيني على مجموعة من البقر بحيث يتم إفراز الانسلين مع الحليب واستخراجه وفلترته من الحليب وهيك أصبحت البقرة الواحدة تنتج انسلين يكفي خمسين مريض سكري يوميا وتأخذ منها الانسلين بشكل يومي بدل ما تقتلها علشان تعالج مريض واحد وفي أشياء كثيرة عليها تعديل جيني مثل الأرز حيث يتم تعديل الرز في الهند جينيا إضافة كمية من الفيتامين A في الرز لأنه الشعب ينقص هذا الفيتامين فالتعديل الجيني مش مرعب بهذا الشكل لكن يبقى السؤال مدام فكرة بيل جيتس عادية وبسيطة ليش تخرج علي نظريات مؤامرة وأنه شخص شرير الفكرة أنه بيل جيتس مكروه من قبل لسببين السبب الأول هو طريقة عمله اللي كانت مبنية على سرقة الأفكار واحتكارها من سرقته لبرمجية الويندوز وسرقة انترنت اكسبلور وحتى برامج الويندوز مثل اكسل وورد هي برامج مسروقة من شركات ثانية وبصل كره الناس لإله في الذروة في عام 1998 لما الحكومة الأمريكية نفسها رفعت علي قضية احتكار بهدف تفكيك شركة مايكروسوفت وانتشر وقتها فيديو وهو ينضرب بعد خروجه من المحكمة وبعدها حاول يحسن من سمعته ونفسه من خلال تغيير نمط حياته للأعمال الخيرية وهذا يوصلنا لسبب الثاني لكورف بيل جيتس وهو لما في 2015 تحدث ان المصيبة القادمة على الأرض اللي ممكن تقتل البشر هي مش حرب ولا نيزك إنما انتشار لمرض ممكن يقتل الملايين وهذا كلام صحيح وبالحصائيات وفيات الحروب والمجاعات تنخفض مع الزمن وفعليا وفيات الحروب اتقل لكن مع الأسف الكيان المحتل مصر يكون مصدر شر لهذه المنطقة فاذا استثنناهم رح نلاحظ ان العالم متجه لفترة سلام بعيدا عن الحروب فبديه اذا كان اشي رح يسبب كارثة اصبح اكثر تواصل مع بعضه من سفر وتنقل مرت الايام وبس صارت الكارثة بال2020 الكل اتهم بالقيتس انه نشر المرض لزراعة الشرائح رح يحط صم في العلاج وبعد مرور اربع سنوات انتهت الكارثة وما كان في زراعة للشرائح ولا قل عدد السكان ولا كان في وفيات بسبب العلاج وكل مدعين المؤامرة بالنهاية تبين انهم مجرد ناشرين للاشاعات لا اكثر وانه خيالهم واسع الآن بعيدا عن نظريات المؤامرة مش ممكن يكون خطة بالقيتس شريرة بالاساس الحقيقة ممكن لكن رأيي في هذه المؤامرة مثل رأيي بالصعود للقمر فبرأيي الصعود للقمر هو حقيقة ما دام ادلت المعارضين سخيفة بهذا القدر ممكن يكون ما صعدوا للقمر لكن لما نشوف ادلت المعارضين ما نشوف الا ادلة اللي تثبت انهم ما يعرفوا اشي عن الفلك نفس الاشي مشروع بالقيتس يبقى مشروع هدف خيري الى ان يأتي المعارضين بدليل واحد على انه مشروع سيء وقتها رح اغير قناعتي لكن بتاريخ كل نظريات المؤامرة ولا مؤامرة حقيقية نجحت بالتنبؤ بالمستقبل سواء انقطاع الانترنت او الادعاء بانه الهدف من الجائحة والنشر الشرائح وغيرها من المؤامرات اللي مع الوقت تثبت سخافتها اكثر واكثر خذها قاعدة المؤامرات الحقيقية تكتشف بعد حدوثها لا قبل حدوثها وقبل ما انهي الفيديو بالنسبة للأحداث الاخيرة فلانه كل المنصات تفرض قيود على هذا المحتوى والمنصة الوحيدة اللي اقدر اعبر بيها براحتي هي تويتر او ايكس فرح اتركلك في الوصف والتعليق المثبت رابط لتغريدة اتحدث فيها عن عشرين كذبة لكيان المحتل فقط خلال الفترة الماضية وبالادلة وبتمنى لكم قراءة ممتعة وبس والله شكر خاص لكل اللي دعموا القناة سواء دعم الماسي او ذهبي او فضي واذا انت كمان حاب تدعم القناة راح اتركلك رابط الانتساب في الوصف والشكر ايضا للداعمين على بيبال اشتركوا في القناة